هلاو هسا هاي المحاضرة الرقم ثمانية اخر محاضرة شرحنا الهايفينج والإكزيست هسا اليوم راح نشرح الاسكيو الاني و اوال هايتحملوني بها شوية لان صراحة انا ما مستخدمها قبل قاريها قبل قيامة بس يعني ما مستخدمها فهسا اتذكرها وياكم هزين اهنا شي يقول يقول الاني and all operator يقول الاني and all operator allow you to perform a compression between a single column value and a range of other value ها ما افتهمته هل نعبه الاني operator يقول الاني operator return a boolean value as a result or return true if any of the sub query value meet the condition اوك اسا هاي مفيدة الجملة الاني means that the condition will be true if the operation is true or any of the value is in the range اوك هاذا سهل اهنا شنو شنو فكرات الاني الاني هي اما تشتغل ويا شرط اما تشتغل بدون شرط بس هي اكيد تشتغل ويا شرط خلي نشغل الاسكيو ال حتى نشغلها اما تشتغل بالغاية اما تشتغل statistic اماعم يكمل تشتغل اماعما لا تشتغل عمزي اماسة ام الملعون أدسوي على الواتف المناخده في واحد اكزامبو مثلا ممكن بالله هذا خلني نسوي مزين هذا ممكن يفيد او لا والله ممكن ما يفيد ما بيديته هو نروح على البرودكت نجرب البرودكت بمكاني ما لأصور البرودكت يفيدنا خلني شغل على هذا نشتغ مهمات على الكلر شوفوا مثلا هنا اريد استخدم الاني فاني ش راح اقول له اقول له مثلا select اه انا مود اقول له select from البرودكت راح اقول له where where على سبيل المثال where color يساوي اوك اوك اهنا افتح select query اوك اوك اني color موجود هنا اهنا راح ارجع اكتب select query على سبيل المثال select star هاي بس مثال هيشي مثال عديد خلنقول لانو ماكو هيشي واحد يشتغل هيشي احط هو بال color بال where وفضلت راحت بس اذا هيش بس مثال اه where اوك اوك مثلا where color color يساوي block فهنا هساوي select للكلاء اوك اوك هاد هيشي مثال عبيض لانو دنسوع له نفس التابل فانتو عاول يغلسوا عليه اه اه اهنا شنو اللي صار باعو انه هو اش سوه راح شاف هذا الكلار موجود بهاي السبو كويري يعني هل هذا الكلار يساوي any result راجعة من هذا السبو كويري اذا هو يساوي any result راجعة من هذا السبو كويري اذا البيانات راح راح تشتغل يعني راح ترجع لي data اوك فبالتالي هنا شنو اللي يراجع لي كل الكلار اللي يراجع لي هو الكلار ل black اوك اه على سبيل المثال ممكن ناخذ مثال ثاني اخر اه انو احنا شنو عدنا مثلا اه عدنا الامفلوي و عدنا الدبارتمنت اوك فاني حجيب الامفلوي اوك اهنا انا بالسلكت راح اقول له select start from الامفلوي هذا الامفلوي اه اوك اوك و اكو هذا عندنا الديبارتمنت فاني هسا مثلا اش راح اسوي راح اسوي مثلا عاسى مثال اه select بين الامفلوي اوك واروح اسوي وياما اوك هذا الامفلوي اوك اوك وهو و bang و انت ابت لي اهو اريد ارجع الناس اهو صرف بالنسبة الموظف واحد او بالنسبة اي لشيفت واحد او بالقسم واحد انت باستفعل ہ الي جهو امرجع المعلومات في قسم واحد فاني و راح اقول لها وو해� وير مثلا الديبارتمنت الديبارتمنت اي دي يساوي اني او بلا يساوي ممكن انه يشتغل يمكن ما انري ما يشتغل بلا يساوي فهنان الاني يحتاج له لازم اكو اوبريتر هذا الابريتر هو هنا شنو اللي قايل قايل انه مجموعة الابريترات اللي ممكن نحطها قبل الاني هي اليساوي اللا يساوي هاية هي جيهم لا يساوي وهي جيهم لا يساوي هذا الاثنين لا يساوي هذا الاكبر او يساوي وهذا الاصغر وهذا الاصغر او يساوي فاحنا شرح نقول له دائما نقول له العمود اللي نريد ان قارن ويا بعدين نخلي فد اوبريتر معين سمثلا خنقول يساوي وراها نكتب كلمة اني ونجي هنا نخلي السبو كويري مالتنا زين هسا هنا خلي نقول لنا ندور على دبارتمنت معين فراح اقول له سيلك ستار فروم الدبارتمنت فروم الهومن ريسورسز دبارتمنت اوكي خلي اسلك هذا كله واختار لي مثلا دبارتمنت واحد اختار مثلا ويري القروب نيم على سبيل المثال سيلز اند ماركتنج يعني حاجيبي هنانا مجموعة الاخسام اوكي اللي هي بالسيلز اور ماركتنج فهنانا من حرجع سيلكت شوفوا السيلز والماركتنج جقد مثلا نعدكم الماركتنج اربعة خلي نشوف شنو راح يرجع يقول ها سوري اهنانا لازم احدد لدبارتمنت ايدي وهسا اشرح لكم فرق بين الثلاثة شوفوا سمين قلت له department id شوفوا سهنا شنو ال departmentات اللي رجعت لنا رجعت لنا لثلاثة والاربعة فهسا هنا بالselect راح يروح يدور على اليمن بس على الثلاثة والاربعة هذا الثلاثة وهذا الاربعة واضح الفكرة هذا ال any مطابق المن مطابق لهذا اللي هو خلي نقول في حالة اذا انا قايل له يساوي فبدل اليساوي والany اقدر اختصره وقول له في حالة لا يساوي سواء لا يساوي بهالطريقة لا يساوي اني بهالطريقة او لا يساوي اني بهالطريقة نقدر هاي نختصرها بشنو بnot in واضح الفكرة بس في حالة لو كان لو كان انو هاذه ال sub query ما لاتنه يرجع that volume معينه اني هاي الفاليو لا اريدها كلهي ولا اريد استثنيها كلهي يعني لا اريدها in كلهي ولا اني اريدها note in كلهي يعني على سبيل مثال خلي نقول هذا السبو كويري فرضا هذا السبو كويري اوكي يرجع لي الاقسام واحد واثنيا وثلاثة واربعة وثمانية فرضا فاني هنانا اقدرش اقول لي اقدر اقول لي مثلا اكبر او يساوي اربعة اني فاني هناش اخذت اه اكبر او يساوي اني اوكي فهذا الـ لازم يكون اكبر من الـ مثلا حيجي هنا واضحة الفكرة واقدر اقول لي همات مرة ثانية بهالطريقة هم ارجع اقول لي بهالطريقة واقول لي مثلا هذا الـ نرجع نقول لي مثلا اصغر او يساوي هيت شرينج معين واضحة الفكرة فمن اني اريد هذا العمود مالتي اقارنة او مثلا هذا العمود اقارنة ويالاعمدة ادي ترجع منا واضحة الفكرة فباعو هالرزولت هذا شرح يجي رح يرجع لي فقط الـ الـ الاكبر من هذا الـ الـ تمام فهو شاكو ديبارتمنت اي دي يجي اكبر من الدبارتمنت اي دي ما للسيل والماركتنج اوكي هو دي رجعه فكأنما احنا شاكو ديبارتمنت احنا معرفي بعد السيلز والماركتنج نجيبه بالـ واضحة الفكرة ففي حالة اذا ردتوا انتو رينج مثلا اكبر او يساوي اصغر او يساوي ردتوا بس اكبر ردتوا بس اصغر هذا ينفع اوكي بس الاصح يعني انو ممكن نعتمد على الـ واقفال الفكرة الـ ما يجيب الاعتمادا على شرط معين يجيب لكل موجوده بالمجموعة النوت ان يستثني كل اللي موجوده بالمجموعة اوكا الاعتمادا على عمود بعمود الاعند الاقزيست مايقارن عمود بعمود مايقارن select بselect وإنما إذا الـ وير اتحققت ما رحنا الاكزيس هنا سابقا انوol واير ما السبو كويري اتحققت تمام فو كأنما فاتحقك الاقت zinc يعني اذا تحقق الاقذت يعني انك اذا تحقق فيها وار Spider quem ثبت ورح ترجع النبيانات او الاكزي طروب او واضح الفكرة فهذا الاني تمام و覓ني اس كبه فاهو ع 문제 ده يقول دارب انتو دا ترجعون عمود من table فتقولوا للعمود name اسم اي عمود معين وراها الoperator وراها الany بعدين هناش اقول له select column من table على condition معين فاذا هذا ال name هذا ال column موجود باي واحد من هاي السبوك ويري باي result من هاي السبوك ويري ومطابق للoperator يساوي لا يساوي اكبر اصغر اكبر او يساوي اصغر او يساوي الى اخره تمام راح ترجع result الهنا واضح زين نجي عليه the SQL select all operator يقول هاذا return a boolean value as a result ويرجع ل true if all of the subquery value meet the condition يعني شوفوا هذا الany احنا مو تجنها سنقول اني مثلا هنانا قايل لاني اي واحد اني البلاك تمام فاذا انه هاذا اتحقق يعني اي واحدة من انا انا اذا رجع بس اللي بلاك اوكي فاني هنا اللون يجي اذا مطابق لهذا الany اللي هو بس بلاك اوكي شوفوا هنا بس بلاك واضح الفكرة اذا مطابق حيشتغل اذا قلت له all اوكي ومثلا اني هنا انا شا امرجع امرجع بلاك وسيلفر دعا بس اجراء يدعم اني هنا لان اي هنا الشو llevانが طالب لاني الأرواح فواني لاني هنا شو يصكdraw اوكي هذا خلنا نسوي له مثلا ديستنكت على مود ليس صره هوايه فهناني عدنا بس بلاك و سلبر اوكي لانه هنا اكو عدية تكرار فخليه ديستنكت على مود اخلص من التكرار اقارنوية بس قيمتين احسن ما اقارنوية اس التالاف قيمة مكررة واضح الفكرة اوكي فبما انه هس احنا امرجعين فهذا الكلر مستحيل يساوي ذول الكلرات اثنيناتهم فبالتالي الاول ما راح تشتغل شوفوا المفروضين ما رجعت لي ايداته ليش لانه هذا العمود ما يوافق كل الريزولت الراجعة من السبو كويري يعني هو هيجي هنا انا شي يسوي يقارن هذا الكلر ويامن ويشكو كالر راجع من هاي السبو كويري من هاي السبو كويري راجع تو كالر فهو هيجي مثلا هنا اسود حيقارن اسود اوكي قارن رصاصي مو رصاصي فما راح يرجع لانه هو ما يوافق كل الشروط بس على سبيل المثال على سبيل المثال لو انه كان يوافق كل الشروط يعني لو انه هذا الريزولت الهنانة اوكي مطابق لهذا الريزولت الهنة تمام بغض النظر انه شلون يعني يكون القيمة الراجعة هنانا بالكويري القيمة الريزولت الراجع من الكويري كله يطابق هاي القيمة اللي اذا قارن عليها يعني مثلا خلينا بقي بس مثلا نشيل السلبر فبهالحاله هوش ديرجع ديرجع كل اسود يعني ديرجع بالضبط قيمة واحدة فهنان الاسود راح يقارن يطابق كل القيمة الموجودة هنا ورح يشتغل فرح يرجع واضح الفكرة بس لو فرضا من اني عندي هيتشي من عندي اني بلاك وسيلفر من اني منها درجع قيمتين فما اقول له اول لا اقول له اني يعني اقول له في حالة اذا هذا الكلر اذا هذا الكلر يطابق اني فاليو موجودة بهذا السلكت يعني اذا طابق البلاك جيبه واذا لا طابق السيلفر جيبه واذا لا يطابقين الثيناتين اي واحد من ادهن فهذا هذا اذا نشغله راح يرجع لي شنو البلاك والسيلفر هذا السيلفر وهذا البلاك ليش؟ لانه اجي البلاك من اجي الكلر البلاك طابق البلاك اللي راجع منه اشتغل اجي احنا سيلفر طابق السيلفر اوكي خلاص اهيه يعني اذا هذا يشتغل واضح الفكرة؟ هسا فهمت الفرق بين الاني والاول الاول لازم كل الريزولت اللي راجع بالسيليكت الطابق العمودي اللي موجود هنا شوفوا اخ كاتب هو ملاحظة يقول انه هو يستخدم همات الال فقط الال يستخدم همات يستخدم وي الوير ويستخدم وي الهافنج اوكي اشلون وي الاسيليكت وي السيليكت بهالطريقة اول طريقة احنا طبعا شرحنا وي الوير اوكي شرحت الكم اني وي الوير هس نجي ناخده ويسيلكت يقول ويسيلكت بهالطريقة تقول لسيلكت اول كولوم فروم هاذا التايبول وير فاد كونديشن معين فخلا نطبق اهنان مثلا ينقول له وير الكالر ان بلاك وسيلفر وهنان ينقول له اول سيلكت اول ستار فاش راح يرجع لي راح يرجع ليش الريزولت ما ما الصور حيأثر ويا الوير هس لوني شرحناها قبل شوية انو احنا نحط الاوبرايتر بعدين نحط الاوبرايتر بعدين السبوك ويري اوكي وهن راجع قال لكم يا بترى الاوبرايتر بزني مو غير هن خلنا اخذ المثال مالته طبعا ومش ارح يمكن المثال ما لسيلكت لانو ما بي اي اي فائدة الصور اي ما بي ما بي اي فائدة يعني انو من اذا اخلي اذا رجعلك برودكت اي دي اي برودكت اي دي اوكي حتى لو واحد لان ممكن يرجع واحد ممكن يرجع اكثر فاذا هذا البرودكت اي دي طابق فد برودكت اي دي راجع من هاي الكويري اذا هذا الكيس او هذا الكونديشن راح يعتبر صحيح واضح الفكرة اي مو بي ايه اللي مو بي حطه بسلكت فما بيها اي فائدة يا رح تشتغلو بكل احوال ها وطبعا مشارحان شلون هو يحطها بالهافينغ بس اصور مني يحطها بالهافينغ بنفس الطريقة يعني هم يسوي هافينغ ويسوي سوي كويري بس شلون هاي يسويها ما ادل والله لان انا ما ابد قبل ما اسوتيش ولا استخدمها نهائيا يعني لا الال ولا الاني احسن يوزلس يعني ما بمبيهم فائدة نعم وراء الوراء هنا موجودة نمشيها شوفوا سيلكت انتو شنو فكرة السيلكت انتو يقول الاسي كيوال سيلكت انتو ستيتمنت السيلكت انتو ستيتمنت كوبيز داتة فروم وان تايبل انتو انيو تايبل يعني انو انا اخذ الديتة من تايبل معين احطها بالتيبل ثاني واضح الفكرة هذا يسموه سيلكت انتو اوكي على سبيل المثال هنا انا يقول كوبي اول كولوم انتو انيو تايبل فاني ش راح اقول لي راح اقول لي سيلكت ستار انتو هذا الانيو تايبل اوكي فروم هذا ال اول تايبل يعني على سبيل المثال خلي نقول اني عندي تايبلين سوري خلي نقول عندي تايبلين اوكي عندي تايبل رقم واحد تايبل رقم واحد بمثلا اوكي 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 لو فرضا ردتش اسوياني افصل تايبل الاول الى ثلاث تايبلات شنو هاذا الى ثلاث تايبلات مثلا على سبيل المثال اريد تايبل الثاني يحتوي شنو يحتوي فقط ال اي دي والمعلومات ما للسكن اللي هي منية السيتي والادرس ومثلا اريد لي تايبل الاخ يحتوي تايبل الثلاثة خلي نقول يحتوي فقط معلومات ال الكونتاكت يعني معلومات التواصل اللي هو رح يحتوي اي دي او فون و اي ميل ليش ال اي دي على مده اقدر رح سوي جوين اياهم وخلي نقول تايبل ثالث رح يصي تايبل خلي نقول هاسا رح يصيح تايبل زيرو هاذا نسمي تايبل وان هاذا نسمي تايبل تو اي سوري هاذا تو هاذا ثري وحيصير عدي تايبل وان خلي نقول ب تايبل وان انا حاط بس ال اي دي والنين واضح الفكرة لنفرض لنفرض انا اجاني ابو محل اوكي عنده فد اكسل معين ابو محل ابو شركة الى اخره عنده فد اكسل معين هذا الاكسل تدرون بالاكسل ما نقدر نسوي اكثر من تايبل ونسوي ريليشن ونوزع نقول هناك انسوي بتم Ai انسو اوكي احاط بثلاث يكون فيلات اوكي احطه ب 3 تايبلات اخلي المعلومات بمكان اخلي معلومات التواصل بمكان اخلي معلومات الادرس والعنوان بمكان ثاني فاني سويه 3 تايبلات اول شي ااجيت سويته هذا التايبل هو موجود مثلا بشيت بالاكسل خلي نقول ورفعته هنا بالتايبل لرقم زيره زين هس ورا ما رفعته بالتايبل لرقم زيره انا عدي سويت table رقم واحد و table رقم اثنين و table رقم اثنين هسه اريد اخذ المعلومات من table الاول من table zero اللي هو خليه اعتبر الexel multi وورا ما رفعته بال table zero اريد اخذ المعلومات احط قسم منها هنا وقسم منها هنا وقسم منها هنا فاني المعلومات multi already موجودة بهذا table فاش راح اقول له من اريد اعبي المعلومات من هذا table الى هذا table راح اقول له بهذه الطريقة insert into يا table انا اريد اصوي insert خلينا نقول مثلا table one بقى هو اجدي يسوي insert into ال new table اوكي from ال or table where condition خلينا اخذ المثال عليها شوفوا هناش قائلة قايل له select star into ال customer backup 2016 in هذا الفايل مثلا from ال customer واضح الفكرة فهو شم سوي هذا طبعا ال in optional مو الى نستخدمه هذا optional اذا اريد اجيب من external database اذا اريد اجيب data من external database اوكي اوكي اريد اطلع ال external database شوفوا هس اهنا انش اريد اريد اخذ بهذا ال customer backup 2017 من ال customer multi اريد اخذ بس ال customer name وال contact name احطه بهذا ال وهذا ال table اوكي اللي هو اسمه customer backup مثلا 2019 اوكي فاني هنا على سبيل المثال من اريد اخذ كل المعلومات فرح اقول لي insert into هذا ال table from ال old table على سبيل المثال اللي هو table 0 اوكي اذا اريد اخذ لي where معين اذا ما خليت اي where فاجي احدد شنو اللي اريد اسوي له insert into فرح اقول لي مثلا select ال id وال name معناها شنو اخذ لي من هذا ال old table اللي هو 0 ال id وال name حطهم وين حطهم بال table رقم واحد فرح ياخذ ال id وال name ويحطهم بال table رقم واحد بنفس التسلسل الصور ياخذهم ياخذهم بنفس التسلسل ويحطهم بال table رقم واحد واعد حال فكرة اذا مثلا ردت اخذ غيره بغير table يعني مثلا اخذ ال id وال city والaddress اجي اخذ ال id وال city والaddress واحطهم مثلا وين بال table رقم اثنين فاجي اقول لي اخذ لي ال id وال city والaddress من table 0 حطهم بداخل التيبل الاثنين. واضح الفكرة؟ هذا فكرة الانسيرت انتو. انه انا اقدر ارفع الديتا بتيبل واحد بعدين عن طريق الانسيرت انتو اخذ الديتا من هذا التيبل واوزعها على التيبلات الحقيقية اللي اني مسويها بالداتا بيس على مود انه اسوي الديتا بيس ابت اوبتيمايز. هذا شنو فكرته الان اوكي مثلا اقدر اقول له ان اكسترنال فايل او او اكسترنال ديبي اوكي. هذا مثلا اكسترنال داتا بيس اوكي. هاي شنو فكرتها انو اني داخذ داخذ كوبي من تايبل معين بس الريزولت مال هذا الكوبي دا اخليه بتايبل ثاني اوكي دا اخليه بتايبل ثاني. هذا التايبل الثاني مو بالضرورة يكون بنفس الديتا بيس. ممكن يكون بديتا بيس مختلفة. واضحة الفكرة. فهو اهنه هاي شي دا يسوي. دا ياخذ كوبي من تايبل الكوستمر يحطه بداخل تايبل اسمه كوستمر بكب 2017. هذا الكوستمر بكب 2017 اللي دا ياخذ الكوبي ويحط بي. هو اين موجود؟ موجود بالبكب دوت ام دي بي. هاي الدوت ام دي بي هاي عبارة عن فايل ما الداتا بيس. واضحة الفكرة. عبارة عن ملف ما الداتا بيس. فهو ادي ياخذ كوبي من الكوستمر يحطه بداخل هيشي تايبل. هذا التايبل موجود بهذا البكب. بهذا الفايل. واضحة الفكرة. ما موجود بنفس الديتابيس. الانسيرت انتو سيلكت. هذي شا كانت السيلكت انتو. اوكي. اقول لسيلكت انتو. يعني هاكتب سيلكت احدد السيلكت مالتي بعدين اقول له انتو. الانسيرت انتو سيلكت. هاي بالعكس احنا معدنا سيلكت انتو هسا هنانا بالعكس عدنا. معدنى. رحي صاحي صغير حيصير انسيرت انتو. من هاي السيلكت. هاي شنو فكرتها? فكرتها كالتالي. انو انا خلنرجع خلنقول عديده للاعمدة فاني من اريد املي مثلا العمود الثاني التيبل الثاني او التيبل الثالث انا شرح اقول لي راح اقول لي انسيرت نزلي ديتي انتو هذا تايبل يعني انا اريد تصير ديتي انسيرت انتو هذا اذا اريد احدد الاعمدة اللي هيصلي لها انسيرت اجي احددهن بهالطريقة اذا ما حددت الاعمدة اوكي وعفت هي شي فارغة بس insert into اوكي فهو اش راح يسوي ياخذ من عندي 3 اعمدة ويقعد الاول بمكان الاول والثاني بمكان الثاني والثالث بمكان الثالث اذا ردت اني اغير التسلسل مالتهم او ما ردت انه اسوي insert لكل الاعمدة لأعمدة معينة فاجي اقول لي insert into هذا table احدد منه الاعمدة اللي اريد اسوي لها insert وحدد التسلسل مالتهم ورما حددت انه انا دسوي insert لهذا table اوكي اجيش اقول لهذا الinsert من يجي يجي من select معينة هاي select خلي نقول from table zero ش راح اخذ من table zero اخذ ال id وال phone وال email فهو هنا ش راح يسوي راح ياخذ هاي select ويروح يسوي لهذا العمود insert بهذا العمود بهذا ال table وهذا العمود insert بهذا العمود بهذا ال table وهذا العمود insert بهذا العمود بهذا ال table هو ما راح يهتم للأسماء يعني ممكن هذا هنا اسمه id ممكن هذا اسمه هنا t id بس هو نفس القيمة ممكن هذا اسمه هنا فون ممكن هذا اسمه هنا فون واحد ممكن هذا اسمه هنا ايميل ممكن هنا اسمه جيميل فهو ما يهتم بالاسمه هو يهتم بالتسلسل ويهتم بالنوع يعني انا منحطه هنا اول واحد انتجر لازم هذا ايضا يكون انتجر منحطه هنا تي اكس لازم هذا هم يكون تي اكس منحطه هنا تي اكس لازم هذا هم يكون تي اكس واضح الفكرة يهتم بالتسلسل ويهتم بالنوع اوكي يسوي لي insert بالتسلسل الاول بالاول الثاني بالثاني والثالث بالثالث وكون النوع مالي الاول مطابق للنوع مالي الاول يده سوي لي insert اوكي واضحة فهنا نشقاي لنسيرت انتو تايبل اثنين سيلكت فروم تايبل الاول واقدر اخلي وار كونديشن على على السيلكت مالي ما لنسيرت انتو مو اكو حتيجي الديتا من سيلكت صر كوبيو تنخزين هنا اقدر عني اخلي كونديشن افلتر الديتا اللي ممكن تناخذ واضحة الفكرة اهنانا يقول اذا تريدون تسوون لسام كولوم مو لكل التايبل مو insert انتو لكل التايبل فشي يقول تعالوا قولوا insert انتو هذا التايبل احدد لعمود اول عمود ثاني عمود ثالث الى اخره واجئسه وسيلكت همات عمود اول عمود ثاني عمود ثالث مطابق يكون لهذا بالنوع وبالتسلسل من التايبل الاول وار الكونديشن تمام واضحة زين انا منطيكم مثال يقول مثلا انا داخذ مجموعة براميترات اوكي داخليها اوين داخليها بداخل التايبل ما للكوستمر فهو اجري يسوي ديسوي insert انتو بداخل الكوستمر وين ديسوي يخلي الداتا يخليها بالكوستمر نيم وبالستيو وبالكنتوري يعني هو يريد يسوي انسيرت لهذا التايبل للعمود ما للكوستمر والستيو والكنتوري زين هسا الديتا مين يجيبها يجيبها من select شنو هذا select يقول له مثلا يجيب لي من السبلاير نيم الستيو والكنتوري من السبلاير فهو هنانش سوي كأنما حول كل السبلاير مالته الى زبان ليش لان هو راح جاب السبلاير نيم حطى كوستمر نيم فبالتالي هو حول المجهز الى زبون فبالتالي هنا هو حول كل المجهزين الى زبان واضح الفكرة اهنانا يقول بهالطريقة راح نملك كل الاعمده اوكي اهنانا هم نفس الشي اهنانا خاط وير كوندشن ومسوي نفس الانسيرت انتو والسلكت نعبر على الكيس زين هسا وصلنا للكيس هاي الكيس كلش كلش راح نحتاجه اوكي هسا افهمكم فكرتها شن فكرتها بسيطة كلش بس انه هي كلش مفيدة كلش مفيدة شوفوا اني مثلا دا اقول له select Start from اه مثلا دخلي اجيب عمود بارقام لان او انا هحتاجها اويا الارقام وهم احتاجها و Lynn غير الارقام بس سا سخلطيكم مثال على الارقام يكون مفيدة مثلا وينّي سيلز، اوردر جاو بس كون سيلز اوردر جاو بفلوس اوكي بي كوانتيتي وبي بروديكت وبي لاين توتال حلو اوكي هذا حلو خلنا اعتبر اللاين توتال هو الفلوس هو اصلا هو ما اعتبره الفلوس واكو البروديكت اوكي البروديكت اي دي تمام وعندي الوردر كوانتيتي شوفوا اوكي لو فرضا اوكي ردت اطلع فاليو اعتمادا على فاليو ثاني يعني انا اعتمادا على فد قيمة معينة اريد اطلع قيمة اخرى اوكي على سبيل المثال اني هنان ايش دا اقول لي دا اقول لي مثلا سيلكت ستار اوكي من الوردر ديتيل دا تجيني بس اني مثلا وياها اش اريد اريد انه اذا كان الوردر كوانتيتي اكبر من خمسين خليلي علي افلاق انه هذا مثلا good invoice قيملي الانفويزات انه هاي فاتورة جيدة لو مو جيدة اعتمادا خلي نقول على الكوانتيتي اوكي او مثلا فاتورة ثقيلة فاتورة خفيفة فاتورة يحتاج لها توصيل فاتورة ما يحتاج لها توصيل خنقول اعتمادا على الكوانتيتي فاني هناش راح اجي اسوي اني اريد اطلي اكتب معلومة اكتب معلومة يعني انا هاي المعلومة اللي حخليها هي معلومة جديدة مم موجودة بالتايبل هاي المعلومة انا هكتبها من يمي تعتمد على معلومة ثانية اللي هي الوردر كوانتيتي فاني شون حسوي هاي الفكرة راح اسوي التالي شوفه اجيش اقول لي اقول له كيس يعني كيس هو انا دا افتح حالة اوكي الكيس معناها حالة فأقول لكيس وأقول لإند يفضل إنه هيتش نفتحها حتى تكون وعفها إلكم سويت كيس وإند شكوا كيس لازم يكون بها إند يعني من أفتح كيس لازم أفتح إند وعفها الفكرة بداخل الكيس أحط شروط الحالات مالتي أول شرط أخلي مثلا أقول لأ وين يعني كيس وين يعني في حالة إذا هيتش تتخيلوها في حالة إذا هذا الشرط أتطبق مالي الوين هنا أنا بالوين حخلي شرط الشرط مالتي خلي يقول مثلا شنو إذا الأوردر كوانتيتي عبر الخمسين ذي نطيني فت فاليو معينة إذا عبر الخمسين نطيني فت فاليو معينة مثلا هاي خلي نسميها جود أو بيرفكت أوكي زين هاي في حالة أنا عندي وين وحدة إذا عندي وين وحدة وما عندي وين ثانية يعني أنا عدل بيرفكت يعني إذا أكبر من خمسين بيرفكت كل اللي جوه الخمسين هما نورمال فش رح أقول لي رح أقول لي else يعني إنه إذا هاي الوينة تحققت رجع لي الذين مالتها رجع لي الفاليو مال الذين مالتها إذا ما تحققت روح لي على ال else بال else مثلا قبل رح أخلي الفاليو بال else قبل أخلي الفاليو لأن هي ال else آخر وحدة دائما ال else آخر وحدة فماكو داعي نخلي بيها شرط وممكن ما نخلي else واضحة الفكرة بال else مثلا خلني نرجع normal نرجع كلمة normal فهنانا اللي ش رح يصير خلي أجيب لكم بس ال order quantity حتي يصر أوضح خلنجيب order quantity مثلا وال line total اوكي اهنانا حسوي select فش إجاني شوفوا بما إنه ال order quantity هو كل جوه الخمسين فغايل فواتير كلها شنو كلها normal دا تشوفون خلنا لا نعتبره خمسين خلنا نعتبره عشرين اوكي ونجيب فقط توب عمدلسة الأدنى داية هواي نجيب مثلا توب خمس وعشرين ماكو هنقول له خمسة اوكي شوفوا هاسه هنا صارت عندنا ايجيش سوى رجع لي عمود جديد خلى بي لا نورمال لا بيرفكت اعتمادا على منو؟ على ال order quantity اذا تشوفون هذا هذا العشرة تسلسل عشرة ال order quantity مالتش قيد ستة فهو ش صار بيرفكت البقية اللي دون الخمسة اوكي شنو مالتهم العمود ايجي العمود مالتهم كله نورمال وابح الفكرة فاني بهالطريقة بهالطريقة اذا ما مثلا ماريد على ال order quantity اريد اقول له مثلا ال line total اذا اجاك اكبر من الفين زين فهذا سمي لي يا good else normal فاني عندي ذولة كلهم good هذا good هذا good هذا good هذا good هاي الفواتير انا اعتبرها جيدة ليش؟ لانه مرجعت لي هذا ال line total مرجع لي شنو؟ اكثر من الفين اكثر من الفين دولار الفين دينار واتفار اوكي؟ بغض النظر عن العملة فهاي الفواتير انا اعتبرها جيدة فالكيس فادني على مود انه اطلع ديتا جديدة من ديتا قديمة هاي اول نقطة بالكيس اذا عندي اكثر من وين يعني عندي اكثر من شرط اريد اطلع اكثر من result اعتماد على رينجات معينة فاني ش راح اقول لي على سبيل المثال اريد اسوي فادرينج انه good perfect normal فاش اقول لاني مثلا اذا اكبر من الفين فهذا good else normal واخلي وين قبله وين اذا line total مثلا اكبر من 4000 ذين هذا سوي لي very good اوكي؟ فاذا تشوفون هنا هاي جدي very good هاي جدي good هاي جدي normal اعتمادا على شنو؟ على line total اذا مثلا ما حقيت ال else لنفرض ال else غلست عليها فاللي هيحقق الشرط هيرجع لديته واللي مايحقق الشرط ماكو عدي else هيرجعنل فشنو البقية مارجعون normal رجعون null ليش؟ لانه ماكو شي حقق الشرط مالتهم فبالتالي هو مايقدر يرجع لي شي بمعنى مايقدر يرجع لي شي يرجع لي null اللي هو لا شيء يعتبر واضح الفكرة كأنه ما مرجع لي شي واضح الهنانة هاي الكيس زين هسا العمود اللي راجع من الكيس مابي اسم صاير هي شي no column name اذا اريد انطي اسم لهاي الكيس او انطي اسم لهذا العمود اللي دي ولد الكيس فهنانا بعد ال end انطي اسم مثلا خلي نقول range او مثلا المارك الدرجة او او فهذا سميته مثلا degree فش رجع اسمه رجع اسمه واقدر اقول لي اسم يعني مو بس اسم اقدر قبل بعد ال end انطي اسم اوكي مثلا اسمي name او test name اوكي اقدر بها طريقة بعد ال end قبل انطي اسم واقدر اقول لي اسم اسم اثنين يشتغلن فارجع اسمه test name واقفة الفكرة هاية واحدة من فوائد الكيس اوكي اللي هو هنانا يشرحها شوفوا مثلا هنا شمسوي جاي بال order id طبعا نفس المثال مالتي وجاي بال quantity قال لي اذا quantity اكبر من 30 رجع لي text the quantity is greater than 30 واذا ال quantity تساوي 30 رجع لي the quantity is 30 واذا لا هاي ولا هاي اذا هي اكيدة صغر من 30 فبال else رجع لي the quantity is under 30 يعني انه هي اقل من 30 ومسمي العمود quantity text واقفة الفكرة على سبيل المثال اذا ردت اسوي order by order by فتشي معين شوفوا هنا انا مستخدم الكيس بال order by ايش غاي اللي؟ غاي اللي اسوي لي order by اوكي case اذا ال city null اعتمد على ال country اذا else اعتمد على ال city يعني شون خلي نقول على سبيل المثال انسلك من ال product نقول له select start from وين ال product هذا ال product هذا ال product بي color صح لو مو صح واكو ما بي color حسان احتمال عندي color احتمال ما عندي color فاني اريد اسوي order by color بس في حالة اذا كان ال color فارغ اوكي اريد اسوي order by فتشي ثاني فاني اش راح اقول لي هناني راح اقول لي order by وانطيء inner query بالكيس احدد لي order by شنو؟ اش اقول لي؟ اوكي. 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 في حالة اذا color is not null فارجعلي ال color اذا اخلي اسمي العمود نفسي رح يرجع العمود يعنيvida الرح يرجع العمود اياه راح يرجع العمود وايالس اذا color ما عندك اوكي روح سوي لي order مثلا على ال product number تمام else رجع لي ال product number هسا اقول لي end فهناه ماش حيسوي حيروح يسوي order by اذا ال color مو نسوي order by ال color اوكي واذا ال color نل حيسوي order by ال product name فاجه هو اش سوي بالبداية اهنانه لقاماكو color واضح الفكرة لقاماكو color راح يسوي سوي order على product name يعني ar بعدين b a بعدين b b شوفوا جاب ال b جاب ال b ال 7000 بعدين جاب ال b ال 8000 بعدين جاب ال b b ال 9000 بعدين وصل المن لل b c شوفوا بلش بال اي لان الاي اول حرف بالتسلسل بعدين راح لل b c بعدين راح لل b e او ال الفين ال b e او ال 2900 بعدين راح لل b l بعدين هسه اجي الحرف ال c بعدين الحرف ال f بس هو من وصل هنا اوكي من وصل هنا تمام مهتم بعدين لهذا الترتيب ليش مهتم لهذا الترتيب لانه already legal color فحيقوم يرتب على البلاك ما يهمه شوفوا هنا ما دار بال ما دار بال هنا شنو اكو لان شنو ستدخيلوا ال b وال f وال c فالمفروض ال b يكون قبل منه قبل ال c وال f يكون بعدهم اثنيناتهم بس هو ما دار بال الهم هنا من وصل من من لقى لون من ما لقى لون اهتم انه يرتبهم وبها الطريقة على الاسم بس من لقى لون راح يرتبهم على اللون ما قام يدير بال للحروف ما ل ما ل واضح الفكرة وراها اجي على اللون البلو سوي على اللون البلاك بعدين على اللون البلو order على التسمية على الحروف من خلص من البلو شاف انه ماكو بعد color اوكي راح اجي الشي سوي رتب راح اجي يرتب c c d d e f فاهمين شون قعد يرتب e f g وصل هنانا لطشل ال b بنص g وبنص g ليش لان ما اهتم بهذا التسلسل اهتم باللون واضح الفكرة فهذا ممكن انه نستخدم الكيس بال order ولا واحد يخربوننا order بس يعني ممكن واحد يستخدمه حسب الاحتياج نروح على النل فانكشن طبعا هاي ممرة علي اه هاي جديدة عليها اوكي هسنشوف اشي السوي عدنا تلاه اربع فانكشنات تتعامل ويا ويا النل طبعا هاي الاربع فانكشنات مو كلها ما للاسي كيوال هاي ال mvl ما للأوراكل انا متأكد منها والازنل ما للازي كيوال عدنا اربع فانكشنات اهنا اوكي فانكشن اسمها افنل فانكشن اسمها ازنل فانكشن اسمها كل كيس اوكي وفانكشن اسمها nvl اهنا نجي شي يقول يقول على سبيل المثال انتو جدا تسوون دا تسوون لبرودكت نين عبارة عن اليونت برايس مضروب باليونت انستوك زائد اليونت ان اوردر يعني هو جديش تجيب دا يجيب الكمية بالمخزن او الوحدة اللي بالمخزن زائد الوحدة اللي موجودة او الكمية اللي موجودة بالاوردر فجاب الكمية مال مخزن زائد كمية الوردر ضربها بالسعر مال الوحدة واضحة الفكرة ورجع البرودكت نين فمعناه هو اوش مسوي امرجع السعر مال الكل اللي بالأوردر واللي بالمخزن هذا هي جي الفكرة فلو فرضا لو فرضا واحد من ذول اللي بالمعادلة الرياضية اذا واحد من عندهم كان نل فالمعادلة كلها حصير نل واضحة الفكرة اي واحد بالمعادلة يكون نل المعادلة كلها حتصبح نل فاهميني شون فحتى نتخلص من النل يعني على سبيل المثال اهنا عند جمع النل هي حالة حالة صفر يعني اذا ماكو اوردر اذا ماكو يونت اوردر معناها انا يونت اوردر مالتي صفر فاني اشلون اقول لي اذا اجاك نل سوي لي صفر اش راح استخدم راح استخدم الاف نل فهنانش قايل لي ما جاي مستدعي اليونت اوردر بشكل مباشر لا قايل لي انه اذا اذا اف نل يعني اذا اليونت اوردر هو نل فعوض لي بمكانه صفر واضحة الفكرة بيشي مستدعيها قايل لي اف نل حاط قوسيا حاط الاوبجيكت او العمود اللي ممكن يجي نل واذا اجي نل فرح يعوض بقيمة الصفر اللي هي الفاليو اللي احنا حنحطها بعد الكومن ففي حال اذا كان هذا نل حط لي هاي الفاليو بمكانه فبهالطريقة من يجي نل يونت اوردر نل ما رح يضرب لي المعادلة كلها لان انا اذا اجي نل ححوله صفر فرقم زائد صفر صفر واضربه باليونت برايس حسا اذا ضربت الصفر باليونت برايس فاوكي لان انا ما عندي اصلا ولا مادة اذا ما انا ما عندي يونت برايس واضح الفكرة هذا شي يقول يقول هذا الافنل موجود بالمي سيكوال هذا يستخدم بالمي سيكوال وايضا هو موجود يمكن بالاسيكوال بس لاتمي تشيك مثلا سيلكت ستار فروم هو عالي هو مكتوب فوري مثلا خلي اجيب الكلر انا هنا ندى ارجع الكلر فاحتمال الكلر يكون احتمال يكون بكلر فانش اريد اريد ارجع ادستينكت اريد ارجع ادستينكت من رجعت ادستينكت ما حدث ها سوري ما اقدر اسوي اردر على البرودكت نمبر لان اصلا ما مرجع البرودكت نمبر طبعا ما نقدر نسوي شي لانه مراجع فما رح يصير علي اردر المفروض اي فما رح اردر احنا احنا هنجد رجع ده نقول جيب لي الكلر فوحدة من الفاليو وات اللي رجعت اللي هي نل اوكي انا اريد اريد كل الكلر يرجع لي وفي حال لو كان اكو مواد ما بيها كالر ما ريد يرجع لي نل لا اريد بمكان هي يرجع لي مثلا او يرجع لي without color اريد يرجع لي كلمة مفهوما اوكي لان انا ما يصر اطلع نل للناس او اطلع نل مثلا خلي نقول اجا واحد يريد يساوي بحث على لون المادة اوكي فيقدر على الاقل يختار المادة بدون لون يعني ممكن اكو مواد بدون لون اوكي يعني اكو حالي هو يعني ما اضيع المواد اللي ما بيها لون او ما حاط لها اني لون مو ان هو ما بيها لون انا مثلا ما حاط الها لون من جاي معروفة ما حاط الها لون حتى هاي لضيع عدي هاي المعلومة وما اقدر ارجع للمستخدم 0 لان هو ش مدري نل شنو اوكي فاني اش راح اقول راح اقول لي طبع عندها شايك الف 0 لو تشتغل لو ما تشتغل هنا اوكي تشتغل الف 0 ف راح اقول ل بدل اذا اجاك ال color 0 اذا اجاك ال color 0 فبدال خلي لي شنو خلي لي مثلا unknown او without color اوكي بدون لون هاي ما موجود ال اللي موجود هو ال اس نل ال اس نل هذا موجود بال SQL ال اف نل موجود بال MySQL و يقول لك بال MySQL اكو واحدة ثانية ايضا تقدر تستخدموها اللي هي هاي ال call case call call ask call ask مو call case sorry call ask تمام call ask تسوي نفس شغل ال بس بال MySQL اي بال SQL server اكل is null ال is null يسوي لكم نفس الشغل بال Microsoft axis ايضا is null يسوي نفس الشغل واضح الفكرة بس اهنا شي يرجع يرجع true واذا ما رجعته ويرجع سالب واحد احنا عوفنا من axis بال oracle اكو عدنا ال nvl فاس احنا خلنجع ال SQL is null في حال اذا كان color is null رجع لي مثلا without color فهس من اقول select distinct ايش رجع لي رجع لي هنا without color واضح الفكرة لو فرضا ردت اعرف اعداد المواد اعتمادا على الوانهم يجي واحد يقول لي اوكي تش سوي بالنل اوكي ممكن انا اري دع اعرف اعداد المواد اعتمادا على الوانهم فاني حخلي هاي المعلومة هي شي اوكي ويمهي اقول ل count اقول ل مثلا count star فهذا هنان اعدي شنو color name وهنان حيعندي count خلي نقول اسم cnt وراح اسوي order by count اريد اعرف اكثر لون متوفر اعدي شنو order by الاثنين descending اللي هو هذا الاثنين الكون لعن ثاني واحد بالselect آه سوري نسيت كلمة boy بما انه هس انا مسوي aggregation function وعندي عمود عدل aggregation فش يقول لي يقول لي لازم لو انت هذا العمود هذا اللي ما بي aggregation لو تحط علي aggregation اوكي لو تروح تحط group by فاني مار اريد احط علي aggregation انا ه اروح احط group by فاخذ كل بدون الاسم ل clause name ما ينحط ناخد بس ال volume للعمود نحط بال group by فانقول لي مثلا group by هي شي يعني اذا قيت ل group by هذا وخلي تمام رح يطلع عدي ارار يقول لي ما يصبح تحط بال group by انت هذا تحط بال select انا مو ده احط يالك بال header ما العمود بس بال group اش يريد بس value وارح هالفكرة فبهالطريقة شفنا انه 248 item فبالتالي لو اني هذا مكان موجود رح يرجع لي 0 248 فاني مثلا اقول ده اطلع تقرير اعرض نتائج اريد احط معين فمو من المنطقي احط 0 فاذن بدل لل اعوض بال الازنر اوكي شرحت عليها كل اشي هواي لان هاي تفيد كم بالمعادلات الرياضية وبال كوي ريات وبال يعني بالخل نقول بكم شغلات يعني بالتقارير وهواي شغلات نعوف هاي بعدين نشرح ال 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 اتو تعرفون اي شي تجون تحطون قبل داش داش يصر كومنت يعني معناها الاسكيوال ما راح ياخذ بالتنفيذ هذا مختصر الكومنت والاوبريترات انتو تعرفوها هذا للجمع هذا للطرح هذا للضروب هذا للقسمة هذا للمودو اوكي يعني يطلع لكم اقسم الرقم وباقي القسم اشقد اوكي باقي القسم اشقد هذا الاوبريتر اوكي بتوايز اند هذا الاوبريتر بتوايز اور هذا الاوبريتر بتوايز اكسكلوزيف اور اوكي اوكي خليجي نستخدم مثلا هذي الاند هاني هذا ما ما اتذكر اذا اني صراحة ما اتذكر استخدمهم قليل كلش فما ما اتذكرهم بتضبط ان اشي سواء بس علي بالسبيل المثال خليجي هنا اشخاص راني قبل القروب نحط وير نقول وير مثلا الكلر ها اريد اسوي اجيب هذا كل اوكي اقول لها وير هذا يساوي مثلا هذا واريد اقول لها هذا كل يساوي المالتي هذي صراح ما دي شون يشتغل هذي انا انا ادني صراح ما ما استخدم بس انا ادري اذا نكتب انت نكتب ابها الطريقة هذا الانت يجي يشتغل انت واحد ما مجرب صراح هذي اذا اذا تريدون اشيك او او انا اشيك او اقول لكم هذول ما المقارنات يساوي اكبر اصغر اكبر او اصغر او او يساوي اهنانا اقدر اقول اد او او اقول او اقول او 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 هذول احم هذا اللو الجي او الانت الاني البتوين الاكزيست الان اللايك النوت الار السام ايضا السام هو عبارة عن انو اصغر يمكن يشتغل نفس قيمة الاني السام نفس الاني يمكن ما متأكد خلي اقول الله الله ترا Mountains فهناش عدنى عدنى كوست مارية وهذولى الريكوردات مالتهم فهو اجلي يقول له ده يقول له سلكت ستار اوكي من البرودكت ويرى البرايس اكبر من سام وهناناش قايل له اكبر من عشرين فاذا نقول له ران ش راح يروح يجيب لي اثنين وعشرين اربعين سبعة وتسعين واحد وثلاثين اي السام يشتغل حال حال الاني تمام شون اقول له اكبر من اني هيكي value اوكي فانا اقدر اقول له سام اكبر من سام هيكي value يعني جزء مو كل اذا اريد اكبر من كلهم فاقول له اكبر او تمام الحد هنا انكون خلصنا المحاضرات ما للاسكيوال هذا الباقي نجي على الديتابيس نشرح على الديتابيس شلون نقدر نكرية الديتابيس شلون نحذف ديتابيس شلون نسوي بكاب نكرية تايبول نحذف تايبول نعدل على تايبول اوكي هذا من راح اشرح ايالكم راح اشرح ايالكم بالسكيوال شلون اسوي شلون اجي اسوي هيكي بيداية بالكليك بالفيجوالايزينج اوكي وهمات شلون نسوي بالكود واحد واحد اقولكم هيكي نسوي بالكود هيكي نسوي بيدانا بدون كود هيكي نسوي بالكود هيكي نسوي بدون كود واضحة الفكرة فهذا ان شاء الله بالمحاضرات الجاية بعدين نروح على الرفرنس وبعدين وراها نضب بالأشياء المعقدة فالحد هنا الحد الوبراتر نكون خلصنا محاضرات الاسيكيوال بس ان شاء الله نكمل بعدين الاسيكيوال يعني الحد هنا هنه ذن الشغلات اللي انت تحتاجوها بالسلكت او اللي تحتاجوها بالرزولت انو تترجعون رزولت اوكي ما تحتاجوها بالتعامل ويا الديتابيس فهذا هو المفيد كلش هذنه المفروض تتعلموهن بس انتو تقدرون انو اوكي تستعملون الفيجولايزن بدالهن واضحة الفكرة بس احنا حنشرحن من باب انو ننطي معلومة اه فالحد هنا نخلصها المحاضرة صعدها على اليوتيوب اه تصمحون على خير